وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزياد من السعر الرسمية وتمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 415 قضية تموينية بمضبطات بلغت أكثر من 212 طن مواد غدائية وغير غدائية وفي مجال الاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 40 طن وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزياد من السعر الرسمي للسلع الغدائية وغير الغدائية تم ضبط قرابة 272 طن وفي مجال قضايا المخابس تم ضبط 710 قضايا من بينها 194 قضية خبز ناقص الوزنة و178 قضية خبز غير متابق للمواصفات